قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنواني أخبار اليوم حمد الله الرقراجي كان يعتقد أنني كنت أخلق المشاكل داخل المجموعة عاجل لن تصدق ما قاله حارس الأهل المصر بعد التعادل مع الوداد والفوز بلقب عصبة الأبطال الإفريقية الرقراجي نحن مرشحون للفوز بكأس إفريقيا وسأسعى لتكوين مجموعة قادرة على كسب الرهان والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدرجة من الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد أخبار حمد الله الرقراجي كان يعتقد أنني كنت أخلق المشاكل داخل المجموعة أكد الدولي والمغربي عبد الرزاق حمد الله لعب فريق الاتحاد السعودية الدور الكبير الذي لعبه الناخب الوطني وليد الرقراجي في عودته لصفوف المنتخب المغربي مبرزا أن الشائعات التي كان يتعرض لها في وقت مضى أترت ربما على بعض القرارات قبل تصحيحها والتحاقه من جديد بالأسود ولقل حمد الله أثناء مروره في برنامج الحلمون الذي يبت على قناة الأولى الرقراجي مدرب محترف وكان له دور كبير في عودتي وأضف مرت بيننا اتصالات عديدة والتقينا في المغرب وخارجها وأقنعني بالعودة وتبع كان يظن أنني أخلق المشاكل داخل المجموعة وذلك بالسبب الشائعات التي كانت تطلق ويتم تدولها على نطق وسيع ووصل إن لم يقم بالسدعاء من قبل فكل هذا بالسبب الشائعات أنا أتفهم موقفه لأن أي مدرب في العالم سيقوم بتفادي هذا النوع من اللاعب هذا وبات عبدالرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد جد السعودي مرشحا بقوة للمشاركة أساسيا في المباراة الودي للمنتخب الوطني أمام رأس الأخضر المقارن غدا العثنين بملعب مولي عبدالله بن رباط ويتجه الناخب الوطني للاعتماد على حمد الله منذ البداية خلال هذه المباراة من أجل منح الفرصة لللاعب لإظهار قدراته ومدى قدراته على منح الإضافة للخط الأمام لأصود الأطلس عاجل لن تصدق ما قاله حارس الأهل المصري بعد التعادل مع الوداد والفوز بلقب عصبة الأبطال الإفريقية قال محمد الشنوي حارس مرمى الأهل المصري عبر قنوات بإنسبورت بعد نهاية المباراة العام الماضي خضنا النهائي على نفس الملعب وخسرنا بعد التعارض لظلم كبير ولذلك تعهدنا بعد علمنا بمواجهة الوداد مجددا أن نحصد اللقب وأضف عندما تم تحدد النهائي أمام الوداد تعهدنا أن تلك هي الفرصة للرد على ما حدث في الموسم الماضي ونحقق اللقب من هنا في المغرب مثل ما فعلنا من قبل وفوزنا هنا أيضا أمام كايزر تشيفس وشدد حارس مرمى الأهل أمس قيل لنا أن الوداد عقداء عذرا لا يوجد بما يسمى عقدة للنادي الأهل بل الأهل هو العقدة للأخرين الأهل يحصد لقبه الحادي عشر من بطلة إفريقيا ويصل للنهائي للمرة الرابعة على التوالي وفاز بثلاثة منهم ويبدو من خلال تصريح الشناوي أنه نسي أن الوداد الرياضي فاز على الأهل في نهائيين لدور أبطال إفريقيا الأول في 2017 وكان دهابا وإيابا والثاني العام الماضي أما بالنسبة لما قاله الشناوي بأنهم تعرضوا للظلم فإن نجم الأهل المصري السابق والجمعة اعترف على قنوات بأن سبورت بأن لعب الأهل الشحات يستحق الطرد في الشوط الأول من المباراة وهو الطرد الذي كان سيغير الكثير من الأشياء في هذه المباراة مما يظهر أن الوداد هو من تعرض للظلم وليس الأهل المصري نحن مرشحون للفوز بكأس أفريقيا وسأسعى لتكوين مجموعة قادرة على كسب الرهن أكد الناخب الوطني وليد رجراجي أن العناصر الوطنية ستخوض المباراة الودية التي ستجمعها بمنتخب الرأس الأخضر مساء الاثنين المقبلة على أرضية المجمع رياد الأمير مولي عبدالله بمدينة الرباط بنفس الأداء والحالة الدهنية التي طبعت مباريات السابقة وضف الرجراجي خلال ندوة صعفية نظمت بمركب محمد السادس لكرة القدم بالسلوى خاصة لتصليط الضوء على المباراة أن النخبة الوطنية على أتم الاستعداد لخوض هذه المواجهة القوية بمسا وتقني وبدن عالي لتحقيق الفوز وبالتالي مواصلة النتائج الجيدة المحقق خلال كأس العالم بقطر وقال في نفس السياق إن هذه المقابلة لن تكون سهلة كما يتوقعها البعض على اعتباره أن منتخب الرأس الأخضر فارق محترم ويتوفر على لعبين متمرسين يلعبون بعدة أنديات أوروبية مشيرا إلى أن المنتخب الوطني سابق له أن تعادل مع هذا المنتخب في مباراة سابقة وأضف نحترم جميع المنتخبات ونواصل لعبنا بنفس المستوى الدهني والبدني بهدف مواصلة سلسلة الانتصارات والنتائج الجيدة المحققة في المباراة الرسمية والودية وتبع الرغيرك أن مواجهة منتخب الرأس الأخضر ستكون مهمة بالنسبة للفريق الوطني الذي يعد حاليا من بين المنتخبات القوية في أفريقيا بالنظر لنتائجه وإنجازتها الكبيرة مشيرا إلى أن المنتخبات الأفريقية تحلم بتحقق إنجاز الفريق المغربي في المونديل وفي سياق المتصل قال النخيب الوطني أن الفريق الوطني على غرار عدد من المنتخبات الأفريقية مرشح للفوز بكأس أفريقيا الذي سيجرى بالكودفور العام المقبل واستطرد قائلا نحن مرشحون للفوز بكأس أفريقيا وسأسعى جهيدا على تكوين مجموعة قوية قادرة على كسب هذا الرهان في نهائية هذه البطولة القارية وبالتأكيده على المستوى الجيد للمنتخبات الأفريقية قال رغيركي أن اللاعب في المباريات العالمية واللعب في إفرقيا مختلف تماما لأنه لم يعد هناك فرق بين المنتخبات التي أضحت تقدم خلال الأوينة الأخيرة مستوى كروي جيد وأكد أنه سيخوض المقابلة بالتشكلة التي خاضت كأس العالم والمباراة الودي أمام منتخب البرازيل إضافة إلى إقحام لاعبين أخرين تمت المنادة عليهم لتعويض بعض المصابين أم تلؤناحي وأملاحة مشيرا إلى أن الباب مفتوح أمام أي لاعب يقدم إضافة نوعية للمجموعة وفي معرض جوابي عن أداء بعض العناصر الوطنية في البطولة الأوروبية عبر الناخب الوطني عن سعادتها لتتويج عدد من اللاعبين المغاربة بألقاب رفقة الأندية التي يمارسون بها واعتبر أن تتويج اللاعبين المغرب في المنافسة الأوروبية يعد تمرة استراتيجية أكاديمية محمد السادس لكرة القدمة التي دشنها صاحب الجلل الملك محمد السادس سنة 2010 مؤكدا أن العديد من اللاعبين الذين يمارسون حاليا في الأندية الأوروبية هم من خريج الأكاديمية ويعتبرون مثال للأجيال الصعيدة وتدخل مباراة المنتخب الوطني ضد منتخب رأس الأخضر في إطار استعدادات المنتخب الوطني للمباراة التي ستجمعه يوم السابع عشر من يونيو القادم من منتخب جنوب إفريقيا بملعب الساكر سيتي بمدينة جوانسبورغ عن المجموعة الحادية عشر من التصفية الإفريقية المؤهلة لنهائية كأس إفريقية للأمم التي ستجرى بالكوديفور العام المقبل وكان رجراجي قد كشف عن قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة لخوض المبارتين ويتعلق الأمر بياسين بونو ومونير المحمدي ومهدي بن عبيد ويوسف مطيع وأشرف حكيمي ونيف أكلد وغانم سيس ونصير مزرعه وإسماعي القندوس وأشرف داري وجواد الياميق وعبد الكبير أبقار وفهد موفي وأدم السيناء وأسمى الإدريسي وصفيان مرابط وعبد الحميد صابر ويوسف مالح وعمر اللوزة وحكيم زياش وأيليا الشاعر وصفيان بوفالة وزكري أبو خلال ويوسف انصاري وأنس الضروري ووليت شديرا وعبد الرزاق حمد الله وطارق تسودالي قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار اشتركوا في القناة